إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه نحن في لقاء جديد مع قول الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الآيات واضحة الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ولو شاء الله ما أشركوا يعني هذا الموضوع موضوع شركهم هو جزء من مشيئة الله عز وجل وأنت كشخص لست عليهم حفيظا ولست عليهم بوكيل ماذا يعني هذا الكلام الكبير والخطير في حياة الدعوة والدعاء رغم أن هذا المعنى متكرر في كتاب الله عز وجل بشكل كبير جدا وبشكل متواصل في آيات كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى ينبه عليها رسوله عليه الصلاة والسلام ومورائه الدعاء فالداعية عندما يعتقد أنه يمتلك الحقيقة ويمتلك الدين الحق فهو أيضا يتلبس بقضايا مصاحبة لهذه الفكرة وربما هذه القضايا تشغب على ذات الفكرة تأتيه قضية أنه حفيظ وأنه وكيل عن الخلق وتأتيه قضايا أخرى مصاحبة لهذه القضية وهذه تحتاج إلى تحرير في العقل ثم إلى مراقبة السلوك وطريقة الفعل في حياة الإنسان هذه القضايا متعلقة بقضية الدعوة وإحنا كنا نتكلمنا في حلقة ماضية عن قضية الدعوة بشيء من الإجمال نحاول أن نحن نركز الموضوع اليوم في هذه القضية لعلنا نستبين جوانب من هذه الجوانب اللي هي الدعاء والداعيات اللي يقومون بتوجيه الناس كيف يستطيعون أنهم يدركوا معاني القرآن ومغازي القرآن الكبيرة وهم يمارسون الدعوة وكيف يستطيعون يتغلبون على هذه الزاوية المظلمة من العقل اللي الإنسان غيبها إذا آمن بأن فكرته هي الفكرة الصحيحة وفكرة الآخرين هي الفكرة الخاطئة إذا نظرنا إلى مراد الله سبحانه وتعالى في الكون الله سبحانه وتعالى خلق الوجود كاملا خاضعا لأمره يعني الشمس ستشرق ستشرق لا حيلة لها والقمر ستينعكس عليه ضوء الشمس فيعطينا الضوء بالليل لا حيلة له في الأمر ومياه البحر ستحمل السفن وتسير بها لا حيلة للبحر في الأمر والماء سيروي الضمآن لا حيلة له في الأمر والسحاب ستحرك الريح لا حيلة له في الأمر والريح سيتحرك بأمر الله لا حيلة له في الأمر والملائكة ستسبح الله سبحانه وتعالى لا حيلة لها في الأمر لكن الله سبحانه وتعالى هذه الموجودات التي دلت على مطلق قدرته هي خاضعة له بالإكراه والقسر بمعنى أنها مجبرة غير مخيرة طيب ماذا يعني الله سبحانه وتعالى أن يخلق مخلوقا مخيرا مخلوقا يستطيع أنه يختار ما أمره الله به أو يختار معصية الله عز وجل له لماذا يريد الله سبحانه وتعالى مخلوقا مختارا لأن المخلوق المختار هو دلالة المحبة فمحبة الله عز وجل هي مترتباتها هذا الاختيار لله عز وجل على اختيارات أخرى متاحة للإنسان هذا الموضوع المتعلق بقضية المحبة ومتعلق جوهريا بقضية الاختيار فالإنسان لما يكون إنسان مختار غير مكرح على شيء يستطيع أن يختار الصواب ويختار الخطأ طيب ما هي مهمة الداعية في هذه الحالة؟ هو تبليغه الصواب والخطأ وتركه لما أراده الله سبحانه وتعالى تماما أن يفعله أن يختار أن يختار إذا حرم هذا الإنسان من الاختيار فتكمن مشكلة في أصل فهم مشروع وجود الإنسان في الأرض يعني الملائكة أدركت أن هذا الإنسان قابل للشر قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والله سبحانه وتعالى لم يقل لهم أنه لن يفسد ولن يسفك الدماء جعله مخلوقا وأنزله في الأرض وهو عالم أنه عنده القابليات للفساد والقابليات لسفك الدماء لكن عنده أيضا قابليات التعلم واختيار الهداية ولذلك لم يخلقه مخلوقا مكرها مجبرا على اختيار محدد ترك له حرية الاختيار طيب الإنسان الذي يفكر في مصادرة حرية الاختيار التي أرادها أفيكون مستجيبا لمراد الله عز وجل أم يكون متجها في الاتجاه المعاكس في هذا الموضوع فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصاب بالألم والحسرة على قومه المعاندين الذين لا يستمعون القول والسبب في ذلك هو ليس مثلنا يعني في يقينه هو مدرك أن الله سبحانه وتعالى خاطبه وهو مدرك أن الله سبحانه وتعالى سيعاقب هؤلاء القوم بالعذاب والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بهم هذه القضية الأولية الأساسية الكبيرة جدا فالله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ خلي عنك الحسرة والألم النفسي الله سبحانه وتعالى قدر لهم واختار لهم أن يكونوا مختارين وهم عليهم أن يختاروا الطريق بعد ذلك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر في آية ثانية يقول وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الناس الذين سيرتعدون يرتدعون بالوعيد الذي تذكره لهم والعقاب الذي سيلقونه لو عصوا لو ارتدعوا خير بركة لم لم يرتدعوا فهي مسؤوليتهم ومراد الله سبحانه وتعالى في إعطائهم الاختيار هنا في هذه الآية التي أمامنا فكرة أخرى أو فكرتين أخرين تدوران في بال الداعية طيب ماذا؟ إذا الله سبحانه وتعالى يجعلني وكيله في الأرض أنا مسؤول عن العباد وأنا لست فقط مسؤول أنا حفيظ على أعمالهم أنا الذي أراقب أعمالهم وأقيمها وأحكم عليهم بالأمور التي أشاها فأنا وكيل وحفيظ عليهم بينما الوكيل في الحقيقة الله سبحانه وتعالى والحفيظ هو الله سبحانه وتعالى على خلقه والداعية مجرد مبلغ لخطاب الله عز وجل للخلق لكن اختلاط المساحات مشكل كبير جدا والآية هنا تحذر من هذا الاختلاط الذي يدور في عقل الداعية في اعتقاده أنه وكيل أو أنه حفيظ هذه القضايا المركبة الأساسية احنا كنا ربطناها في حلقة سابقة بمقررات العمق الأساسية إن الله سبحانه وتعالى لو كان الناس دخلوا في قضية السيطرة والتجبر وأن الدعوة عبارة عن خطاب تجبر وسيطرة ودعوة حفظ ودعوة وكالة لأصبحت الدعوة في ذاتها محل نزاع ومحل صراع واقتتال بين البشر والله سبحانه وتعالى يريد أن تبنى المجتمعات على السلم حتى تعمر الأرض ويوقف الفساد ويوقف سفك الدماء إن هذا من مرادات الخطابة الخطاب للشارع أن الله سبحانه وتعالى يريد وقف سفك الدماء ووقف الفساد في الأرض عندما نأتي لهذا المستوى من الخطاب ونسأل أنفسنا سؤال مهم جدا طيب إذا كان هذا هو الموضوع ما الذي يجب على الداعية أن يفعله في قضية البلغ الله سبحانه وتعالى يصل في قضية الدعوة مع المؤمنين وفي تبصيرهم بمجال الدعوة أن أول قضية رئيسية النزول من هذه المنصة العالية من منصة دعوة الوكالة ودعوة الحفظ ودعوة السيطرة ودعوة التجبر إلى مساحة الخطاب الإنساني المتساوي إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين طبعا الداعية في ذاته يعلم أنه ليس على ضلال وكيف يكون في ضلال مبين لكن هنا التنزل لمستوى المخاطب المخاطب لم يؤمن بأن ما عندي هو الحق هو ما زال متسائلا فيه واعتقادي أنا أن الذي عندي هو الحق لا يجعل هذا الإنسان يعتقد ذات الاعتقاد وبالتالي تنشأ فجوة بيننا في أثناء الحديث أنا أريد إكراه وإجباره وأظهار علوية عليه وهو لا يعتقد بذلك فتنقطع صلة الدعوة لتتحول إلى صلة إكراه والدعوة ليست إكراه الدعوة بلاغ وبيان وتوضيح وحجاج ودعوة للنظر وترك للإنسان أن يختار ما يختاره فإذا أراد الجنة وأراد الهداي يختار وإذا أراد طريق الضلال اختار هذا يعود إليه ولا يعود لشخص الداعية شخص الداعية دوره ينتهي عند البلاغ والبلاغ المبين وعليه أن يحسن طرق التواصل ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لبعدها وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن طيب انت نزلت إلى مستواهم وهذا موضوع قلت خلاص احنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الخطوة الثانية إيش هي إيش نوع الخطاب اللي سيترتب على النزول إلى مستوى الناس أن يكون الخطاب بالحسنة وأن تختار أفضل الحجج التي تقود إلى النتيجة المطلوبة وأن يستمع للطرف الآخر كما نريد أن يستمع إلينا كل هذه من مهارات التواصل اللي يحتاجها خطاب الدعوة خطاب الدعوة إذا كان غليظا ولم يكن حكيما ولم يكن بصيرا ولا يعرف مستوى المخاطبين ولا نوعيتهم يقود إلى نتائج عكسية خطيرة جدا وهذا الذي يحذر منه القرآن في مستوى ثاني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أنت ستتعرض لهؤلاء الأشخاص بالتجهيل والتسفيه والكلام الذي لا يليق ردت فعل هؤلاء الناس ماذا ستكون لن تكون اتجاه شخصك هي ستتجه إلى مقام الله عز وجل وإلى الدين ذاته الذي أنت كنت تريد تقدسه أنزلته إلى منزلة السباب وجعلت الله سبحانه وتعالى عرضة لتهجم هؤلاء الناس وسبابهم ردا عليك فهل أحسنت أم أسأت هل أحسنت للدين الذي تدعو إليه أم أسأت للدين الذي تدعو إليه اليوم في الواقع العملي اللي احنا نشوفه على الأقل في الإنترنت كلمات التنابز مع الآخرين يأتي شخص لشخص مسلم وعنده فكرة مغايرة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للحياة وبالنسبة لإدارة السياسة وبالنسبة لإدارة الاجتماع فيبدأ يتكلم عنه بأنه علماني وأنه لبرالي ثم تبدأ قضية نحت الأسماء الجافية بني علمان بني لبرال طبعا الطرف الآخر رده الأساسي الإرهابيون المتأسلمون المشعار فيش يترى أي مستوى من الخطاب ننشئ لما نبدأ على هذا المستوى المنخفض من الحديث لا يقوم بهذه المواضيع داعية يدرك مراد الله عز وجل في تقريب الدين للآخرين السؤال أي مستوى من الخطاب يتكون وأي مستوى من العلاقة ينشأ بين الرجل الذي أو الإنسان أو المرأة التي تعتقد أنها تدعو مع هؤلاء الناس الآخرين اللي موجودين الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب هؤلاء الناس المعاندين الكذا بأحسن الألفاظ أفرقت يا أبا الوليد ويختار معهم أفضل الوسائل للخطاب والحديث معهم لماذا؟ وكان يدعو لهم يعني من الذي دعا أن يسلم أحد العمرين والله سبحانه وتعالى وكلاهما كان كافرا معاندا محاربا للإسلام والرسول دعا بأن يسلم أحدهما كقوة للإسلام فأسلم عمر من الخطاب هذا النظر للناس بأنهم أعداء لأنهم مخالفين وليس بالنظر إليهم باعتبارهم مدعوين ويحتاجون إلى خطاب هذه قضية في غاية الخطورة تنشئ عدوات وحساسيات وفواصل بين البشر لا داعي لها ولا حاجة لها اليوم هل نبحث في الإنسان المخالف عن عناصر الخير وعناصر الفعل الحسن فنزكيها ولا ننظر له بالعثرات فنشيعها وننشرها وبالتالي هو يعود علينا بالحرب وفي الأخير هو لا يعود بالحرب علينا إنما على المبدأ الذي انطلقنا منه ثم ما الذي يعطي الإنسان الوعي في بيئة كلها تدين إن الآخرين لا يعلمون شيئا عن الدين وأنه الوحيد الذي يعلم ما هو الدين الدين في بصائطه مدرك لكل الناس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذه لا يختلف فيها الناس العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج لا يختلف فيها الناس الناس في بيئاتنا يختلفون حول القضايا الفقهية سعة وضيق الإنسان إذا عدن القضايا الفقهية قضايا فاصلة بين الناس كالكفر والإيمان وكالمعلوم من الدين بالضرورة فإنه ينتج فضاء انقساميا داخل المجتمع له أول وليس له آخر التاريخ الإسلامي مليء بقضية الاقتتال المذهبي والطائفي وكتاب تاريخ بغداد مشهور للبغدادي يصف كيف كانت العلاقات بين المسلمين ولا نحتاج أن نذهب بعيدا حتى نعرف هذا الوضع يكفي نظرة واحدة إلى وطن مثل سوريا أو وطن مثل العراق كيف ينقسم الناس فيه على الفرعيات ويتركون الأصول القبرى المشتركة للدين وعينا نحن كدعاه وكحاملي رسالة إذا اعتقدنا أننا دعاه وحاملي رسالة بأصل القضايا التي الله سبحانه وتعالى أراد أن ننتبه لها أننا نحن لسنا حفظاء على الناس ولسنا وكلاء على الناس ولسنا مسيطرين على الناس ولسنا قادرين على إجبار الناس وأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين وأن الناس لهم عقول هذا في مطلق الكافر طيب والمؤمن الذي يؤمن بالمشتركات العامة لكن يختلف معنا في قضايا فقهية وفي قضايا يمكن الخلاف فيها كيف نعامله كالكافر الصرف ونتجرأ على سبه وشتمه والصاق التهم به اليوم نحتاج إلى وعي جديد بالدين يجعلنا مجتمعات متكاتفة نبحث عن القواسم المشتركة وليس عن القواسم التي تفرق الناس في بيئات الله سبحانه وتعالى وقاها من الانقسامات وهي تستورد الانقسامات من الخارج وتزرعها في البيئة هل هذا من العقل ومن الحكمة ومن مطالب الدين الذي يريد المجتمعات قوية ومتماسكة هذه الأسئلة الأساسية تطرح هذه الآيات هذه الآية المباركة علينا ونحن ننظر في كتاب الله عز وجل على مستوى الدعوة والنظر والعلاقة بالآخرين كيف ننشئ فضاء جديد للدعوة ينزل فيه الناس عن مقام الحكم إلى مقام الداعية كيف ننتقل من أن نكون قضاه إلى أن نكون دعاه بحق هذه المسألة في غاية الأهمية وغاية الصحة التعبير المراد الذي يجب أن يصل لطلابنا في المدارس ولأسرنا ولمن يحملون مشعل الدعوة والاهتمام بالدين في بيئاتنا وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ترجمة نانسي قنقر